خارج دائرة الحياة الحزبية أصبح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بعد سنوات قطعها بالفساد والاستبداد منتسبا لحزب الدعوة أكبر الأحزاب التي استلمت دفة قيادة العراق الجديد إلى الهاوية استقالة حيدر العبادي من جميع المناصب السياسية في حزب الدعوة جاءت بشكل مفاجئ ولكن هذه المفاجأة لها مقدمات ومعطيات وتدعيات البداية كانت منذ الانتخابات البرلمانية عام 2018 عندما فشل حزب الدعوة في تشكيل قائمة موحدة تضم العبادي ونور المالكي فجاءت نتائج الانتخابات على غير ما أراد الرجلان لينتهي المطاف بهما بلا مناصب رسمية في الحكومة الجديدة حيث كشفت مصادر أن العبادي سعى للحصول على منصب وزير الخارجية دون أن يتم له ذلك معطيات الاستقالة هي اعتراف العبادي بالفشل السياسي والأمني لحزب الدعوة أثناء رئاسة الحكومة أي أن الحزب مسؤول عن كل ملف فساد أو نكبة مواطن عراقي على مدى الاثنتين عشرة سنة التي حكم فيها العراق تداعيات الاستقالة تؤثر بالدرجة الأولى على رئيس حزبه وسلفه نور المالكي حيث ستؤدي إلى تصدع الموقع القيادي الذي احتله المالكي الذي بات تأثيره على الحياة السياسية يشحب تدريجيا فالرجل الذي جر العراق إلى هوية الفساد والحرب الأهلية صار أشبه بالشبح الذي يتوارى خلف زعماء الميليشيات التابعة لإيران والتي يتخذ منها سدا لحمايته وعلى مدى السنوات الماضية كانت العلاقة بين العبادي ونور المالكي متوترة إذ حمل العبادي زعيم حزبه مسؤولية سيطرة تنظيم الدولة على مساحة ثلثي البلاد عندما كان المالكي رئيسا للحكومة عام 2014 عقد حزب الدعوة كله بات على وشك الانفراط بعد سقوط أهم حباته بطريقة عرت الحزب وفضحت ملفات فساده ولكن انفراط هذا الحزب لن يغير شيئا في حقيقة أن الفساد يكمن بالعقلية السياسية التي يدار بها العراق وليس بالتسميات الحزبية اشتركوا في القناة